طيب مشاهدين دلوقتي هنروح مع حضراتكم لدينا تقول لنا تفاصيل أكتر عن أقبار الطقس والمرور وكمان أسعار الذهب والعملات صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا دينا صباح الخير يا مصطفى صباح الخير والسعادة والتفاعل على كل مصير في كل مكان خلوني فعلا دلوقتي أبدأ معكم جولتنا وحضراتكم جولة مررية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات ودلوقتي طبعا الناس بدأت تنزل خاصة أننا كانوا مبارح أجازة النهاردة فيه كثفات مررية ملحوظة على معظم المحاور في القاهرة والجيزة وده لعدة أسباب أولها عودة المواطنين طبعا زي ما قلت لحضراتكم في البداية من أجازة شام نسيم وكمان النهاردة منتصف الأسبوع خلوني نبدأ جولتنا من القاهرة وكبري أكتوبر المتجه لمنطقتين إسعاف فرانسيس بيشهد ده كثفات مررية متحركة أما الامكان الأعلى الكبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر فيه برضو كثفات مرية زي ما حضراتكم شايفين نشوف طريق صلاح سالم في بعض الكثفات البسيطة ولو كم منه لحد الآخر هنلاقي إن الكثفات بدأت تقل وبيبقى فيه سيولة مرية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران بعد ما بنوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثفات المرية عند تقاطع صلاح سالم وكبري المرغاني بكاملين جولتنا وبشوارع الجيزة هنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر فيه كثفات مرية كبيرة قبل الدائري وحتى ميدان لبنان أما المحور المتجه إلى أكتوبر في بعض الكثفات لكنها بسيطة ونتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور وكمال أعمال إنشاء القطار القهربائي الخفيفة وفيه كثفات مرية على كبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثفات متحركة وبتظهر أيضا كثفات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان لكنها متحركة وفي نفس الأمر بكبري عباس والجمعة والجيزة المعدني كمان بتظهر كثفات بمحيط ميدان النهضة ووصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع نيل السياحي ده بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة أما محور عرابي فبيشهد كثفات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهانسين وكثفات بمحيط كبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات بالنسبة لشارع الهرم بيشهد ظهور كثفات بسبب غلق الطريق وده في تقاطعه مع المريطية ومذكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو وابتظر كثفات بمنطقة مشعل وكثفات كمان بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية وفيه كثفات عالية للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق كمان بتظهر كثفات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة ووصولا لمناطق جلاء ومبابا ونروح لمحافظة القليوبية والقادم من السلام وموقف العاش المتاجه لبنها بيفضل طريق شبرى بنها الحر اللي بيشهد سيولة مورية حتى تقاطعه مع دقيل الإقليمي أما القادم من شبرى بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة هيكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطارية والحلمية وميدان روكزي الطريق الزراعي القديم بيشهد كثفات مورية قبل الطريق الدائري وفيه أيضا كثفات بسيطة قبل ميدان المؤسسة أما اللي رايح مدينة قليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة بس بتكون نسبية ولو نكملنا لحد محكمة قليوب هيكون فيه سيولة مورية وصلة لحد طريق قليوب القلاطر الخيرية ونكمل جولتنا المورية ونروح لعروس البحر المتوسط اسكندرية وهنلاقي كثفات بسيطة موجودة في بعض الطرق هنلاقي كمان فيه سيولة مورية كبيرة عند محطة الرمل وصلة لحد شارع عمر لطفي والحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثفات مورية متقطعة ونسبية ووصلة لحد طريق الحرية ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثفات مورية أخرى وصلة لحد محرم بيك والشارع عبدالقادر الغرياني أما طريق الكورنيش ففيه كثفات مورية متقطعة عند كوبريستاني ومنطقة ميامي ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثفات المرورية وطبعا تابعنا محطاتكم جولتنا المرية تعالوا نطمنكم عن أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة هنبدأ من الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه 59 إرش وسعر الشراء 18 جنيه 51 إرش اليورو 20 جنيه 26 إرش للبيع 20 جنيه 16 إرش للشراء جنيه سرليلي 24 جنيه 28 إرش للبيع 24 جنيه 16 إرش للشراء فرانك سويسريت 19 جنيه 62 إرش للبيع 19 جنيه 52 إرش للشراء اليوروان الصيني 2 جنيه 88 إرش للبيع 2 جنيه 87 إرش للشراء الريال السعودي 4 جنيه 95 إرش للبيع 4 جنيه 93 إرش للشراء دينار كويتي 60 إرش 96 إرش للبيع و60 جنيه و60 قرش للشراء الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و6 قروش للبيع و5 جنيهات و3 قروش للشراء أسعار الذهب وده وسط أسعار الذهب النهاردة وهنبدأ من عيار 18 اللي سجل 950 جنيه عيار 21 سجل 1110 جنيه عيار 24 سجل 1269 جنيه والجنيه الذهب وصل لل 8880 جنيه بالنسبة لحالة الجو النهاردة فيه جولة سانية عن أحوال التقصي النهاردة التقصي بيكون حار على القاهرة الكبرى والواجه البحري فيه نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيه كمان فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين درجة الحارة في القاهرة النهاردة 32 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 22 درجة هنتبع مع حضرتكم التقصي بالتفصيل بعد شوية